اهلا بكم في حقوق الناس لهذا الاسبوع وفيه نتناول الملافات الحقوقية التالية في اليمن تحذيرات من عمليات نقل مريبة لسجناء وتدهور في الوضع الصحي لصحفيين معتقلين في فلسطين مؤسسة واعد تحذر من تراجع خطير في صحة الاسرى الفلسطينيين المدربين عن الطعام في مصر تعذيب الناشط السياسي علاء عبدالفتاح يظهر استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارض وفي المغرب سجناء سياسيون يقولون ان حياتهم داخل السجن باتت مهددة في ميانمار حرائق بشعة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية بحق مسلمين روهينجيا السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حقوق الناس لهذا الاسبوع والبداية من اليمن حيث كشفت منظمة حقوقية يمنية عن تدهور الوضع الصحي للصحفيين المعتقلين في سجون جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء منذ أكثر من خمس سنوات المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى قالت في بيان لها إنها تلقت بلاغات ومعلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية للصحفيين المختطفين وأفادت بأن المرضى منهم هم حارث حميد وعبد الخالق عمران وعسام بالغيث وهشام طرموم وأكرم الوليدي وهشام اليوسفي وصلاح القاعد وتوفيق المنصوري وقالت إن الأمراض التي يعانون منها تتنوع بين انزلاقات في العامود الفقري وأمراض الكبد والسكري وأقرحة المعدة وسوء التغذية فضلا عن إصابة أغلبهم بتدهور في الرؤية معي للحديث حول هذه التطورات في حالة الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي في صنعاء الناشط الحقوق اليمني توفيق الحميد أرحبك سيد توفيق بداية حول هذه المعلومات التي تحدثت عنها منظمات حقوقية قالت بأن جماعة الحوثي تمنع الصحفيين المعتقلين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والدواء والغذاء وحتى الملابس التي تقدم إليهم من أهاليهم هل نظرتم في هذه الشكاوى؟ وهل فعلا هذا هو حال هؤلاء الصحفيين المعتقلين في صنعاء؟ مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناتكم الكريمة وما أود التأكيد علي أن جماعة الحوثي في اليمن تمارس عملية انتقام بشعة ضد فرسان الكلمة في اليمن ربما خلال الأشهر الماضية هناك العديد بل العشرات من حالات الانتهاك التي يتعرض لها الصحفيون تتنوع ما بين الاعتقال ما بين الحكز التعسفي ما بين التعذيب حتى وصل الأمر إلى محاولة مصادرة منازل المعتقلين ورمي أهاليا في الخارج اليوم قضية المعتقلين الخمسطاعش الذين اعتقلوا منذ ما يقارب من ثلاث سنوات هي قضية جديدة ومعقدة وإنسانية مؤلمة نحن أيضا في منظمة سام تقريبا في كل تقاريرنا السنوية والفصلية نتناول هذه القضية اليوم السقون التي تشرف عليها جماعة الحوثي في العاصمة صنعات تفتقد لأبسط المقاومات الإنسانية والشروط القانونية عدم تعرض السقنال للشمس عدم حصولهم على الغذاء الصحي عدم حصولهم حتى على الأغطية الكافية الماء النظيف منع الزيارات عدم عرضهم على الطبيعة على الأطباء طيب توفيق وكيف أمكن التحقق من كل هذه الدعاوة هل هناك منظمات حقوقية مستقلة تمكنت من زيارة هؤلاء السجناء والوقوف على واقعهم الحقوقي طبعا جماعة الحوثي لا يمكن أن تسمح لمثلها لأي منظمة دولية أو منظمة حقوقية أن تزور هؤلاء المعتقلين وبالالتقاء وتلتقي معهم لكن بحسب الشهادة المتطابقة هناك تقارير منتظمة سواء من نقابة الصحفيين اليمنيين أو من اتحاد الدولي للصحفيين أو أكثر من منظمة بهذا الشأن تواترت حول حالة الصحية الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين وهذه ثابتة من خلال شهادة الأهالي من خلال الزيارات من خلال الصحفيين من خلال مشاهدتهم حتى في قاعة المحكمة اليوم جماعة الحوثي تصر على حالة هؤلاء المعتقلين الصحفيين إلى محكمة أمن دولة محكمة استثنائية بتهمة التخابر مع دولة العدوان وهي المملكة العربية السعودية وغيرها من هذه الدولة وبالتالي هم اليوم بالإضافة إلى الحالة الصحية يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام كما هو حال زملائهم من السياسيين والأكاديميين الذين حكمت ضدهم جماعة الحوثي وهذه المحاكم توفيق كيف ينظر لها القانون الدولي الدولة الرسمية الشرعية في حكومتها المتمثلة في حكومة الرئيس هذه هي الحكومة المعترف بها دوليا إذن كيف ينظر العالم لهذه المحاكمات طبعا هذه المحكمة بغض النظر هي محكمة استثنائية باطلة تتعارض مع القانون الدولي وكان هناك قدل طويل حتى في أيام حكم الرئيس علي عبدالله صالح حول مشروعية هذه المحكمة من عدمها وكان هناك محاميين يمنيين كبار يرفضون الترافع أمام هذه المحاكم بحقة أنها محاكم غير شرعية ومحاكم استثنائية تتناقض مع القانون اليمني بالدرجة الأولى وتتناقض مع القانون الديوني بالدرجة الثانية بعد ذلك عندما سقطت العاصمة الصنعاء حولتها جماعة الحوثي إلى أداء من أدواتها للانتقام من الخصوم وصدر بعد ذلك قرار من السلطة الشرعية المتمثلة في الرئيس هادي بإلغاء صلاحية هذه المحكمة في العاصمة الصنعاء ونقلها إلى الدائرة المختصة في ماري وبالتالي نحن أمام محكمة شكلية سواء من حيث الإجراءات أو من حيث المضمون لكن تظل الحوثيون يريدون أن يفرضون سياسة أمر واقع ويستخدمون كل الأدوات التي سيطرون عليها لانتقام من الخصوم في تطور حقوق آخر المرسد الأورو متوسطي قال إنه رصد تنفيذ ميليشيا الحوثي لعمليات نقل لمئات المعتقلين اليمنيين من أحد سجون العاصمة صنعاء إلى موقع عسكري تعرض سابقا لقصف من طيران التحالف وعبر عن مخاوفه من استخدام الجماعة للمحتجزين كدروع بشرية فيما يعرض حياتهم للخطر الشديد توفيق كيف تنظرون لهذا التطور أمر خطير جدا هذا السجن إذا فعلا صح أن الحوثيين نقلوا السجناء إليه هو أصلا تعرض لغارة من التحالف وقتل فيه العشرات كيف يكرر الحوثيون ذلك ألا يتسببون إذن بمجزرة حقيقة نحن اليوم نحقق في مثل هذه الإدعاءات التي وردت وحصلنا على معلومات من المعتقلين سخرجوا خاصة من المعتقل السجناء المركزي والذي يتحدث عن أن هناك العشرات ربما من المعتقلين إن لم يصلوا إلى المئات محتقزين تحت العرض في معسكر الأمن المركزي وهذا المعسكر بالفعل تعرض سابقا للعديد من غارات التحالف العربي وبالتالي نحن نريد أن نتوثق بصورة أكبر لكن الأهم في الأخطر على أن من يتتبع بين قوسين تستطيع أن تقول الدروع البشرية في اليمن سيقدرنا هناك ربما أفعال ممنهجة وقصدية من قبل جماعة الحوثية ابتداء من وضع سجناء أو صحفيين في 2015 في حديقة هرام في محافظة الضمار ثم تعرضوا للقص من طيران التحالف مع أن شهادة الشهود أكدت في ذلك الوقت على أن حراس السجن أخبروا المعتقلين وعلى رأس يام الصحفيين وبعض من نقوا وأخذت شهادتهم بأنهم سيغلقون عليهم الأبواب وطيران التحالف سوف يأتي لهم ثم في عام 2016 نحن حققنا في قصف سجن الشرطة المركزي في العاصمة صنعاء والذي قتل فيه ما يقارب 45 من المعتقلين وتحدث المعتقلون الناجون بكل وموح على أنهم أبلغوا الصليب الأحمر على أنهم يخشون من قصف التحالف العربي لهذا السجن لكن كان رد مندوب الصليب الأحمر بأن التحالف يعلم أن هذا السجن يوجد فيه مدنيين كثير ومع ذلك قصف هذا السجن إذن أليه شكل ذلك صمت دولي من قبل منظمة كبيرة كالصليب الأحمر وكذلك حتى الأمم المتحدة هل هؤلاء بصمتهم هذا يتغاضون عن ما يمكن أن يكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب نحن في حقيقة الأمر اليوم مطالب بالدرجة الأساسية المبعوثة لأمم الذي اليوم يشرف على ملف المعتقلين اليمنيين بين جماعة الحوتي والحكومة الشرعية يجب أن تكون هناك خطاب وإدانة واضحة ويجب أن تتوفر السلامة الكاملة لكافة المعتقلين خاصة بعد العملية الأخيرة التي كانت في كلية المجتمع في محافظة الزمار والتي راح ضحيتها ما يقارب أكثر من مئات معتقل أغلبهم من محافظة تعز ومحافظة تائب بالدرجة الأساسية وهو من السقون المشهورة اليوم أنا على الإشكالية الكبيرة اليوم أن السقون تقريبا كلها التي فيها معتقلين أصبحت معلومة لدى الجميع بسبب أنه صدرت فيها كثير من التقارير سواء الحقوقية المحلية والدولية تحدثت عن هذه السقون وما يقري في هذا السقون ومع ذلك نرى أن هناك تنفيذ أو قصف اليوم جماعة الحوثي بالدرجة وبأخرى تحاول أن تستغل مثل هذا التخبط الذي يعيشه التحالف العربي من أجل أن تكسب مزيد من التعاطف نحن دعينا التحالف العربي أكثر من مرة إلى تقنيب المدن بالدرجة الأساسية المناطق الآهلة بالسكان المناطق المشبوهة يجب أن تقنبها القصف على الأقل من أجل سلامة المدنيين بالدرجة الأساسية لكن يبدو أن هناك اليوم بنك عشوائي وحالة من التخبط في التعالف والذي يقع في مثل هذه الأخطاء الكارثية إلى حد اليوم أكثر من أربع أو خمس غارات على سجون سواء في الحديدة أو في تعز أو في صنعاء أو في دمر راح ضحيتها إلى حد الآن أكثر تقريبا من 250 من المدنيين الذي المسهد المأساوي توفيق هل هناك ما يلوح بالأفق بإمكانية على الأقل تخفيف وضع الوضع الإنساني السيء للأسرة يعني ما الذي يمكن أن تقوم به سواء الحكومة الشرعية أو التحالف أو حتى الأمم المتحدة من أوراق ضغط على الحوثيين لكي تحسن أوضاع الأسرة المحتجزين لديها أو تفرج عنهم أنا أعتقد اليوم يتحمل بالدرجة الأساسية المبعوث الأمم الذي يدير هذا الملف الحكومة الشرعية يجب أن تتخاطب بصورة واضحة وقلية مع الأمم المتحدة ومع المبعوث الأممي وتحمل التحال الحوثيون بالدرجة الأساسية المسؤولية الكاملة عن سلامة أولئي الصحفيين للأسف الشديد اليوم الحوثيون يدير هذه المعركة ربما بنوع من الحرفية نراه قبل فترة من الزمن قبل أسبوع يطلق ما يقارب 350 ثم يتغنى بها بأنه يقدم مبادرات إنسانية لكنه في الخلف أيضا يمارس نوع من الانتهاكات المروعة سواء الاختطافات أو التعذيب أو الإخفاء أو وضع السقنة كدروع بشرية إلى غير ذلك ومع ذلك من أجل يقدم أو يحسن صورته لدى العالم ويقول للعالم ها أنا ذا اليوم أوقع أو أبدى بتفيد اتفاقية اليوم يجب أن تكون هناك حزم واضح من قبل أمم المتحدة يجب أن يتحرك ملف المعتقلين والمخفيين قصرا الذي هو أحد بنود استوكهول ويجب أيضا أن يكون هناك تحميل واضح على المستوى الإعلامي لأسف الشديد هناك نوع من الخجل حتى على مستوى الإيدامة من الطرف الذي اليوم يعرق الحالة ملف المعتقلين والمخفيين قصرا في اليمن اليوم كان هناك حوارات مراثونية بين وفد الشرعية وقماعة الحوثي كل يدعي بأن الطرف الآخر هو المعرق اليوم الحكومة الأمم المتحدة يجب أن تكون واضحة الصليب الأحمر يجب أن يكون واضح العمل بلغة حيادية اليوم غير ممكن اليوم حياة الناس هي التي تتعرض للخطر اليوم هناك أسر سوف تيتم يذهب أبناؤها إلى حال أشد من البؤس إلى غير ذلك اليوم هناك مئات عشرات الأسر تسأل عن معيلها عن أبناؤها في أي سقون سواء الذين يقعون في الأسرة في المعارك أو المدنيين إلى غير ذلك اليوم أصبح هذا الملف هو من أشد الملفات مأساوية ووجع في اليمن لأنه أصبح يمش تقريبا كل بيت في كل محافظة في الأراضي اليمنية أشكرك شكرا جزيلا الناشط الحقوقي اليمنى توفيق الحميدي كنت معنا عبر سكايب